السلام عليكم معاكم علي من يورك وحشيني يا جماعة بعتزر عن التأخير عارفة ان بقالي مش مازبوطة اليومين بنزل يومين فيديوهات بقص يلا بقى سامحوني نهاردة عامل معاكم السنة من بنصب طريقة حلوة اوي 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 هتعجبكم جدا ما فيهاش تعب خالص حي سهلة وبسيطة جدا 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 ومكوناتها كمان موجودة في البيت كل انت عايزاي او محتاجة ضروري يعني عشان يبقى موجودة الارفة لانها هي البطل الرئيسي فيها على فكرة هتعجبك جدا تقدر يتغذيها في العاشة وفي الفطار جميلة اوي وخفيفة اوي والولاد هتحبها اوي اوي وسهلة وبسيطة تعالوا تابوا معايا الطريقة وشوفوا الوصفة قد ايه حلوة وشوفوا هي قد ايه جميلة بس حصل معايا مستيك الحقيقة انا يعني من وشها من فوق انا لساعتها شوية يعني كانت الشوية مفتوحة ويعني يلا بقى ساعدوها لي او فكرت ما نزلش الفيديو بس قلتاني يعني خلينا نزلها عارفة قلبك كبير يعني ما تعدوها اه الطريقة سهلة وبسيطة وهي خفيفة اوي اوي ورحتها حلوة جدا كانت معطر البيت كله من ريحتها الجميلة وهاشة جدا 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 دخلوا معايا على الوصفة وان شاء الله هسيب المعدير جوا سنضو الوصفة وقالوكم المكونات معايا هستخدم بيضة واحدة الدقيق زبدة خميرة ملح السكر اللبن دي المكونات الاساسية اللي هاشتغل عليها معاكم اللي هاجن بيها هاجن بمية تقدر تعجني بلبن اللي يريحك وتقدر يتستغني لعني اللبن خالص على فكرة او تحطي لبن يبقى كله لبن هستخدم الخميرة ادوبها في المية واسبها مش اختبر انا عرف الخميرة دي بتحتي انا باستخدمها من فترة طويلة هاديف معها السكر وهاقلبهم مع بعض وهاخد بعد دقيق اضيف عليه زره من الملح بوسيت وهنزل بقى اروح بيها بعد ما ديف الزبدة بتحتي تقدر تستخدمي الزيت لو حبق او سمن عشان الناس اللي هتقولي بس الزبدة تديها الطعم احلى على فكرة وهات تبقى اطرية اكتر يعني عشان تبقي انا كده يعني رديت على السؤال اللي ممكن تحبي تسأليه هنزل بالخميرة اللي عملناها مع بعض وبعدين هنزل بالبيضة بيضة حجمي كبير عشان تبقوا عارفين عشان تبقى المادير مزبوطة هسيبها لكم مزبوطة ان شاء الله زي ما استخدمتها بالزبط بس اهم حاجة وانتي بتضيف اللبن ضيف اللبن شوية بشوية زي ما انتم شايفين انا بعمل ايه عشان مش كل الدقيق نوع واحد ومش كل الدقيق بيقبل اللبن فدي نصيحة مني لكم نزلوا اللبن بالتدريج ممكن اديكم معيار وما يبقاش كفاية للعجينة تبقوا عايزين اكتر تنزلوا باللبن بالتدريج الحد ما تلمي بالشكل اللي انتم شايفينه ده وانتي بتعجي وهي بتتعجي لو لأول ما تلاقيها مسكت في بعض ابتدي وقفي اللبن ومسكيها بايدك لو لقتيها نشفة زويدي لبن بسيط الحد ما تبقى طريه بالشكل اللي انت هتحستيه وانا مسكها لك شايفة بتامن معي سريتش ازاي هبتدي بقى اشيلها عشان يعني اخليها تختمر شوية هدي نوشها زبد زيت ومن تحتيها زيت وهي غطيها شوية والنهاردة كان الجو حر جدا يعني ما اخدتش وقته خالص وخمرت بسرعة يعني من مجرد ان انا غطيت عليها وستها شوية الجو يعني بعد ربع ساعة وعشرين جيئة هتلاقي حجمها اول ما تلاقي الحجم بتاعها تضاعف تعرف ان هي يعني خلاص بقت مظبوطة كده همسك او وزحها مش هشتغل عليها ولا هفرد ولا اي حاجة بس هامل الاول السكر هجيب السكر البني عفوا ان يا جماعة بس هابني بيعمل صوت حوالي مش عارف اذا كان زهر ولا لا وهضيف عليه اللي هو الارفة البطل الرئيسي هنا الارفة عشان انتم بعارفين هقلب السكر مع الارفة مش هضيف اي روايح تانية زي الفناليا او اي حاجة احنا بس عايزين الارفة النهاردة والسكر البني هقلبهم مع بعضي كويس جدا الحدي ملقيم كلهم مع بعضي يعني واحد شيء واحد هقود بقى هرجع تاني العجينة اللي اشتغلت عليها معاكم وهذه النصانية القلب اللي هشتغل عليه زبدة وهحط فيه ورقة زبدة من تحت عشان السكر البني خلي بالكو يا جماعة يعني ممكن يلزق اي سكره مثلا هقطع العجينة باي شكل اي شكل يعني ما فيها الشغل زي ما انتم شايفين كده اي حاجة ممكن تعطيها دواير بشكل اللي انا عملها باديك اي حاجة اشتغل علي الطريقة سهلة و بتاديك نتيجة هيلة الشكل في النهاية بيبقى حلو اوي اوي وطعمه خطير حي تبارك الله هتعجبك جدا وانا متأكدا انك هتعتمديها عندك على طول شوفو شايفين باخدها اي حاجة وانزل بيها جوه السكر واخليطها كويس يعني خليها بحيس ان هي تبقى كلها حواليها من برا السكر مش بدخلش السكر جوها بس من برا وهي لسه كده ناية بلفها وانزل بيها في الصينية باي شكل برضو عشوائي مش ضروري بس في نهاية لازم يعني يبقى كلها الصينية مليانة داير ميدور عشان تطلع شكلها حلو وتأكد ان كلها تستوي هشتغل على كل الخليط امين العجينة كلها مع بعض بنفس الطريقة هقطعها كطعة صغيرة تقدري تعملي كطعة كبيرة كله هيستوي ما تقلقيش وكله هيبقى ليه طعم حلو شايفين استخدمت ايدي في النهاية عشان اموريك انك تقدري تعملي اي حاجة وهوزع على الصينية كلها بشكل انتو شايفينه ما بتاخدش وقت ولا شغل ولا اي حاجة ولا بتفريدي ولا اي شيء شايفين بتيجي بقى وانتي بتكليها بتلاقي واحدة بتسحبي واحدة ورد تانية هي تبارك الله كانت حلو قوي بعد ما خمرت شايفين تبتها ترتاح برضو شوية بعد التعطيع شايفين شكلها عامل ازاي حلو قوي ادخلها الفرن على درجة حرار 200 حي تبارك الله كانت خفيفة وحلو عوي خلي بالك وانتي بتدخليها الفرن تحطيها على صينية من تحت عشان تبقي عارفة يعني جستن كيس خاصة لو هتستغنم الاولب اللي هي المفتوحة زي عشان لو عمل لو السكر اللي انتي حطه عمل ملتي ما ينزلش في البدو جاز ويعمل دخان ممكن يعمل حريعة فبقولك ده خلي بالك عشان ما يحصلش معاك حاجة زي كده هنا هستخدم الكريمة اللي هادفها من على الوش دي يعني دي طريقة اللي انا بحبها تقدر انت تعمي اي طريقة انا استخدمت الكريمة تشيز والزبدة والسكر اللي هو البودرة وضفت عليه الفانيليا عشان يدي طعم الكريمة تقدر تستخدمي بس اللي هو السكر الابيض واي معلقة لمون او اللبن بدالي لمون او ميا يعني اللي انتي بتحبيه استخدميه هسيبلك برضو البقادير دي جوا سندقه الوصف بنفس الطريقة بس بنتي زودي لو عجبتك انا دايما بحط مقدار قليل عشان لما تزبط معاك وزوده انتو بقى هنا بقى هنزل عليها شوفتو انا دسعت وشها كنت زي حزينة والله وفكرت مننزلهاش بس عشان هي عجبتني جدا وجميلة جدا 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 قلت لازم انزلها لكوه عشان حقيقي جميلة شايفين الشكل الدائري بتاعها عامل ازاي لونها حلو ازاي ادي الارتفاع جميل ومزبوط وكان يتهش قوي قوي انتو هارفين لما تبقوا بتعملوا حاجة زي الحرامية او انا بقى عاملة كده يعدي وما باجا اصور انتو هارفين الباقي بقى وشكلها حلو قوي هنزل كده مجرد يعني تغيير في اللون سكر اللي هو سكر بني ده اللافتو اوفر اللي انا شغلنا عليه مع القرفة يقدي شكله وطعم حلو وفي نفس وقت يعني منضغو صدقي يعني اخيات دي اللي سعى اللي انا عملتها بس حقيقي والله كانت تبارك الله حلو وخفيفة اهم حاجة انت تخلي بالك اكيد انت يعني مش هتعملي زي انتو هارفين انا بصور كده يعني ايه يعني باستغل ايه وقت فاضي بحاول احطي فيديو الطريقة حلوة قوي اللي ارتفاع هايل من جوه شايفين من الدائر من الجنب عاملة زي اللون هايل حلو قوي اللون الاحمر الحلو قوي 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 حقيقي اللي انا بحبه دايما في المغبوزات والارتفاع بتاعها جميل وتفتحيها تلاقيها من جوه هشا جدا 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 وكتنية وريحة الارفة فيها حاجة ما حصلتش الطعم بتاعها تبارك الله حقيقي هتحبيها وكل الولاد هتحبها مش هتتنزلي عنها ابدا انا متأكدة اني لازم كل اسبوع هتنزليها لازم هتعمليها 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 في الفطار في الفطار اني بحط ده وبجاهز للقهوة ببقى خلاص كده اخدت الفطار بتاعي ممكن اضيف بيد مسلوق لو انا حابة كده او اي شريحة جبنة يعني شايفين شكلها عامل ازاي حقيقة بارك الله انجو يا جماعة كان معاكم معاني من يورك ما تنسوش الدعوة الحلوة اللي بستناها ولو عجبكم في فيديو حطوا لايك كتير كتير لو اول مرة بتزوروا القناة اضغطوا على كلمة اشتراك بيظهر الجرس بتضغطوا عليه الكل عشان كل وصفاتي توصل لكم ان شاء الله هسيب لينكي قناتي التانية قناة حبيبة في امريكا جوا صندوق الوصف علشان نتواصل عليها وده هو لي بقى دعوة كبيرة 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 انا هستغلكم في الدعاء عشان الصراحة دعائكم سبحان الله مستجاب الحمد لله رب العالمين وده من فضل ربي الحمد لله ايه رأيكم شكلها هايل من برا ومن جوا وطعمها حلوة اوي اوي وخفيفة جدا 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 شايفين عمده زي الكريمة اللي انا عملتها من فوق تبارك الله روعة هنا اتعطاها بالسكينة عشان اخليكوا تقدروا توزعوا يعني عشان اوريكوا في تقدروا تستعملي فيها ايه تعطاها بالسكينة او تاخديها زي تسحابي جزء جزء اللي احنا عملناه مع بعدي كده شكله هايل حقيقي يا جماعة الطريقة السهلة بسيطة هستغنا رأيكم في التعليقات وانجوي كان معاكم والي من نيويورك السلام عليكم